اشتركوا في القناة 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 مثلاً تسمى بحالة طوارئ كلها بلاد وكيفاش تسميها فكيم ما عرفتو فاش يالله بانت يعني بان الوباء دارت هاد حالة الإنظار تمنع الإنسان تتم الخروج تم المنزيل دياله إلا للضرورة القصبة ما شي غير من السفر فهنا يعني على الأقل لجينا نشوفو الحالة اللي كان عيشوها هاد السنة هذي رام غير على الحالة اللي عشنا هاد السنة اللي فاتس كانت قريباً في هذه الوقتات هذي ممنوع تخرج يالله هنا في هذه الوقتات هذي كانوا يالله بداوا كيخليوا الأطفال يخرجوا الأطفال يعني يخرجوا في بعض الساعات باش ما يتأثروش نفسياً يديروا غير واحد دويرة ويرجعوا في حالهم من الدرجة أننا بدينا كنشكوا وشكي الوباء في الهواء لهذا الشي يعيش ما كيخليونه لشكي للتراصة ديالو ما كيقدر يخرج لها يعني ذلك شي كان كتير بزاف وكان تهويلي كتر من القياس فمن بعد بقاوا غادينوا كيكتشفوا يعني تحاليل كيكتشفوا بزر ديال الأمور باش كيقدروا يضمنوا السلامة ديال الناس كيما قلت ليكم حالة الانضار في إسبانيا غاد يتزاح نهار تسعود مي نهار تسعود مي هو الآخر ديالها فهد شي علاش المجتمعات المستقلة ما بقاتش كتحكمها حالة الانضار اللي حطتها الحكومة المركزية ما بقاتش كتحكمها ابتداء من تسعود مي فبدو كيقلبوا كيفاش يقدروا يحميوا المحيطات ديالهم بحل مثلا بالينسيا كيفاش تحمي الجهاد ديالها اكستري مادورة كيفاش تحمي الجهاد ديالها مادريد كيفاش تحمي الجهاد ديالها فبدو كيقلبوا هنا كين مقترحات كتيرة مازال ما وصلوش للهدف ديالهم ولكن كين مقترحات كتيرة بغين يطلبوا من القوضات أنهم يخولوا لهم يديروا بعض الأمور ولكن ما كنظنش أنه يقدر يتطبقت الأمر هذا وجهة نظر وكان شك أنها تقدر تترى هو أن كل مجتمع مستقل يعلن على حالة انظار في المجتمع ويقدر لأنه مدام عندك حكم ذاتي إلا وتقدر تتعلن حالة انظار مدام عندك رئيس ديال الجيهة تقدر تتعلن حالة انظار جيهوية مثلا رتفعت الحالات في اكستري مادورة وكذلك لا يبقى الناس يخرجون من اكستري مادورة ويعاديون الناس برايس ديال الجيهة يقدر يدخل رئيس الجيهة أنه يعلن حالة الانظار وكذلك يدير بها طوكي ذاكذا في ذلك المنطقة لأن الطوكي ذاكذا يعني ممنوع يبقى من مور 9 مي إلى ترفع حالة الانظار طوكي ذاكذا ممنوع يبقى فكيفاش يقدروا يديروا هذا الشي هذا كيفاش يقدروا يحبسوا الشباب مع أنه يبدأ الحنك يسخون ويبدأ بزر ديال الامور ويحبس يخرج في الليل ويحبس يديروا بزر ديال الامور هذا هو تخوف ديالهم للحالات ترجع ترطاف عبوا احد شكل كبير فتحاولوا يقلبوا على واحد الامور قانونية التي يقدروا يطبقوها على الجهاز ديالهم هذا هو الخبر التانية للنا وندوزوا الخبر الاخير ونقوموا على الارتي الارتي اللي بالنسبة الوزيرة الشغل الاسبانية هو واحد الوسيلة مهمة جدا للحفاظ على الشغل وهي اللي كتدافع يعني كتتتواجه مع اسكريبا اللي هو وزير ضمن الاجتماعي فهذه المسألة هذي وبغى باش تبقى النفس الطريقة اللي راح عليها دابا تزيد السمر من أمور 31 مايل لإنه هاد الطريقة اللي راح عليها هاد هاد الامر ديال الارتي غدي تنتاهي بطبيعة الحال في 31 مايل فهي كالطالب باش تبقى السمر ولكن سينيور اسكريبا وكذلك سيدا كالبينيو عندهم أمر مغير وهو وأنهم يديروا بونيفيكاسيونيس فقط للناس اللي كترجع الناس من الارتي يعني الشركات اللي كترجع الناس من الارتي اللي كتدخل الناس من الارتي في ذلك الوقيت هذيك من أمور 31 مايل يكون عندهم تحفيزات يكون مثلا على شحال ما دخلتي من نسبة مئة أوية من الناس ما خليتهمش في الارتي غي يكون عندك تخفيز مثلا في الضمن الاجتماعي عليهم واحد المودة معيانة ولا شي حاجة ما زال ما بانش الأمر مزيان ولكن وزيرة الشغل هي اللي كتدفع بشدة على أن السكيمة ديال اللي كينا حاليا ديال الارتي تبقى كما هي مئة بالمئة أو ما يتغير في هاتشي حاجة هذا هو ما الأخبار دينا اليوم الإخوان نتمنى يكونوا لقاوكم وانتو بابا خير وعلا خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضع أخر وتكونوا دائما في أحسن الأحوال اشتركوا في القناة